في لفتة مميزة اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسة وخمسين اللي هتنطلق إن شاء الله رسميا يوم 24 يناير الاحتفاء بالهوية المصرية المتفردة وحضرتنا المصرية القديمة وده من خلال أكتر من محور من محاور المعرض ويتجسد الاهتمام ده والاحتفاء ده في اختيار شخصية المعرض للمرة الأولى بنشوف المعرض بيختار مش أذيب ولا رواقي ولا شاعر لكن عالم مصريات هو واحد من أبرز علماء الأثار المصريين وهو العبقري سليم حسن خلونا نعرف التفاصيل من سياق هذا التقرير سليم حسن هو أحد أهم علماء الأثار والمصريات اختير ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين وذلك تأكيدا على هوية مصر واحتفاء بتراثها العريق ولد سليم حسن في قرية ميت ناجي التابعة لمحافظة الدقهلية في عام 1886 ودرس في مدرسة المدرسين العليا حيث تفوق في قسم الأثار وحاول الالتحاق بوظيفة أمين مساعد بالمتحف المصري لكن لم يحالفه الحظ في ذلك الوقت ومن خلال تعيينه بوظيفة في المتحف المصري بدأ السليم حسن أعمال الحفر والتنقيب الأثرية بمنطقة الهرم لحساب جامعة القاهرة وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة علمية بالتنقيب بأيدي مصرية اكتشف السليم حسن العديد من الأثار القديمة حيث اكتشف تسع عشرة مصطبة في عام 1930 وجدران فناء الملك تحطمس الرابا عند سفح أبو الهول ثم في عام 1931 كان أهم اكتشافاته هو هرم الملك خينتكاوس وثماني مقابر أخرى مع نشر اكتشافاته باللغة الإنجليزية عين السليم حسن وكيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية ليكون بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب وأعاد للمتحف المصري مجموعة كبيرة من القطع الأثرية كان يمتلكها الملك فؤاد ثم عين رئيسا للبعثة التي أرسلتها الحكومة المصرية عام 1954 لتحديد مدى تأثير بناء السد العالي على أثار النوبة ومنذ عام 1940 وحتى وفاته عام 1961 عكف سليم حسن على إخراج أعظم إنجازاته الفكرية وهي موسوعته الشهيرة مصر القديمة في 16 جزءا فضلا عن كتاب الأدب في مصر القديمة في جزئين ترك سليم حسن إرثا عظيما في مجال الآثار والتاريخ القديم حيث جمع بين الاكتشافات الأثرية والتأليف والترجمة ليصبح واحدا من أهم علماء المصريات زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا من خلال هذا التقرير معرض الكتاب السندي بيحتفي بشكل خاص بعالم المصريات سليم حسن صاحب الموسوعة الشهيرة مصر القديمة واللي قدمها في 16 جزء خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن شخصية المعرض وأهمية هذا الاختيار من ضفنا الدكتور شريف شعبان الباحث الأثري اللي بنوارنا في سيديو صباح الخير يا مصر يا دكتور صباح الخير صباح الفرول يا أهلا بحضرتك أهلا بيك طبعا نحن عرضنا تقرير بيتكلم عن من هو سليم حسن لكن حابين من حضرتك أكتر كمتخصص كمان تكلمنا عن شخصية سليم حسن ونعرفه أكتر لسادة المشاهدين شوف دكتور سليم حسن هو يعتبر نموذج للنضال الوطني العلمي في مصر خصوصا أنه ظهر في وقت كان فيه سيطرة للأجانب على حق للأثار في وقت مع تأسيس هيئة الأثار أو مصلحة الأثار اللي أسسوها الأجانب ففكرة أن مصري يقدر أنه ياخد المناصب دي ويقدر أنه يوصل للمكانة العلمية دي ده بيعتبر نموذج مهم جدا لإنضال المصري العلمي دكتور سليم حسن زي ما تقرير عرض أنه هو في بداية حياته ما كانش ليه حظ أنه هو يوصل لمنصب علمي اشتغل في البداية مدرس في المدرسة الأميرية ولكن مع ضغط أحمد كمال باشا مؤسس علم الأثار المصرية المصري قدر أنه يتوسط له عشان يطلع بعثات أجنبية في فرنسا قدر أنه ياقد ثلاث ديبلومات في فرنسا ديبلومة من المدرسة الكاثلوكية وديبلومتين من السربون اتعلم اللغة المصرية القديمة اتعلم ديبلومة الأثار المصرية وتعلم الميثولوجيا المصرية القديمة اتعلم كمان على إيد علم الأثار الروسي الشهير فرادمير جولنشاف وده أثر بشكل كبير في حياته وشخصيته سليم حسن كمان اشترك في مجموعة من الحفيرة العلمية ما كانش مجرد مقتصر على البحث العلمي ولكن شاف أنه لازم يكون ليه دور في الاكتشافات الأثرية في مصر بعد أن كانت على مدار عقود تحت إيد الأجانب وزي ما قلنا أنه كان أول مصري يشارك في بعثة أثرية مصرية تعملها جامعة فؤاد الأول اللي هي أصبحت جامعة القاهرة وقدر أنه يكتشف لنا مجموعة كبيرة وهمة من الاكتشافات زي مقبارة رعور هرم الأميرة خنت كاوس ومقابر أولاد الملك من كورع بالإضافة أنه عمل مجموعة كبيرة من الحفير والدراسات حوالين جسم أبو الهول وده بتعتبر من أهم الحفير اللي اتعاملت لأبو الهول في العصر الحديث اللي احنا بنعتمد عليه لحد دلوقت أهمية اختياره كشخصية المعرض السنة دي شايفها عاملة إزاي نهار دا عايزين نعرف الأجيال الجديدة بيه وباكتشافاته أهمية دا بالنسبة لك وإنت وإيه كمان شو في معرض قراءة دول الكتاب هو العيد السنة والثقافة في مصر حيث احنا بنعتبر أن الاحتفالية دي بيبقى فيها زخم كبير للثقافة والعلم والتراث كل الناس بتحضر معرض الكتاب سواء مفقفين أو ناس قراءة دي ناس متخصصين في القفار في الفكر في أي مجال من مجالات الثقافة والفكر كنا أن احنا نختار شخصية دكتور سليم حسن كشخصية المعرض للأول مرة أن احنا ما بنختارش رواية أو أديب أو كاتب مفكر لا بنختار شخصية عالم أثار عشان نوضح هوية مصر نوضح أهمية علم الأثار المصرية ونوضح للأجيال اللي جاية مدى تأثير وقوة الأثار المصرية والتأكيد على الهوية المصرية واختيار دكتور سليم حسن هو أفضل نموذج لشخصية احنا قلنا أنه كان نموذج للنضال الوطني ونضال العلمي وشخصية يحتذف بيها كعلم أثار وكعلم ثقافة وفنون ومعرفة بشكل عام طيب دكتور ده ممكن يمثل لكوا أنتوا إيه كأثريين وفي نفس الوقت الأثريين الكتاب اللي بيكتبوا ويعملوا قصص وبيقدموا أعمال بتقدم تبقى موجودة في معرض القاهرة الكتاب أعتقدم ده ممكن ينعكس كمان على زيادة نسبة المبيعات من الكتب من هذا النوع شوف يعني أنا بعتبر نفسي كاتب روائي وفي نفس الوقت يعني بحفة على مغرفة فأنا كمان بعتبر الدكتور سليم حسن نموذج أنا بنفسي بحتذي به يعني أنا بتعلم منه كتير حتى أنا دايماً بقول إنه هو أستاذي ومعلمي اللي أنا مشفتهش لأن أنا أتبت على كتبه ما فيش بيت في مصر ما تعلمش من موسوعة مصر القديمة سواء كانت طبعة الأصلية القديمة 16 جزء أو طبعة مكتبة الأسرة اللي هي 18 جزء بما فيها جزئين الأدب ما فيش بيت ما تعلمش من الموسوعة دي ما فيش بيت ما اشتراهاش مجرد إنه حتى يقتنيها سواء متخصصين سواء ناس عاديين لأن الموسوعة دي أفضرت فينا من التسينات ومن قبل التسينات كمان فشخصية سليم حسن تعتبر شخصية مؤثرة على المستوى الأثري وعلى المستوى العام كمان حضرت ليك كتب في المعرض السندي السندي لا والسنة لها من السنة الفاتح طب غير موسوعة مصر القديمة إيه مؤلفات تانية ليه حاسس أن هي كمان تستحق نحن نلقي الدوق عليها هو ليه جزئين من أجزاء موسوعة مصر القديمة اللي هو جزئين الأدب في مصر القديمة هو نشرهم قبل كده بشكل مستقل وده بيعتبر تجميل أهم فنون وأداب مصر القديمة دايما بنقول إن الأدب ظهوره مع الأدب الكلاسيكي اليوناني الروماني ولكن دكتور سليم حسن أسقط لنا الضوء على إن الأداب وفنون الأداب ظهرت في مصر القديمة أدب الحكمة، أدب المعرفة، أدب الملاحم، أدب النصايح كل ألوان الأدب اللي احنا بنمارسها دلوقتي المصر القديمة مارسها وقدر إنه يعمل لنا قاعدة تنطلق فيها فنون وعلوم الأداب لمستوى العالم كله طيب هو في الحقيقة أنه سليم حسن يعني ما كان شريل فضل في الاكتشافات فقط لأ ده كمان كان يهدور كبير جدا في مسألة إعادة بعض الأثار بالضبط، لأنه هو يعتبر من أوائل العلماء اللي أشاروا لفكرة سرقة الأثار المصرية وأنه موجود أثار مصرية برى مصر وأول واحد نادى إن الأثار المصرية في حوزة الملك فؤاد وده عمل مشكلة ما بينه بين الملك فاروق بعد كده وانا كانه أصر على رأيه وأصر للأثار التي تفضل موجودة في المطحة عشان كده بنقول نضال، زي ما حضرتك ذكرت في البداية بالضبط، نضال علمي، نضال وطني، نضال سياسي تجسد في شخصية دكتور سليم حسن هو ما كانش مجرد عالم أثار عادي، لأ ده كان واحد محب وعاشق للأثار المصرية يعني كمان يمكن بوستر المعرض خليني أقول بيحمل ملامح مصر القديمة إيه يا شاستو؟ إيه يا الرمز اللي بتعبر عنه؟ شوفي الجديد كمان في شعار معرض قرارة دول الكتاب إن احنا بناخد رموز من الحضارة المصرية القديمة مش بس كده إحنا جوه المعرض هنحط مجموعة من الكوتس أو المقولات الخاصة بالأدب المصر القديم في حيث إن احنا نعرف زوار المعرض إيه أهم مقولات أدب الحكمة وأدب النصايح من مصر القديمة هنكتشف أن في مجموعة كبيرة من الأداب المصرية القديمة احنا بنطبقها لحد دلوقتي يعني مجموعة من الحكماء المصرين القدماء كانوا بينصحوا الناس بمجموعة من النصايح لا تأكل من طبق غيرك لا تأكل إلا أن تستأذن لا تدخل أي بيت شعلا أن تستأذن نجارك نفس اللي احنا نشوفه دلوقتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأن الحكماء المصرين القدماء كانوا بيعلموا العالم القيم والمثل حتى قبل ظهور الأديان السماوية فاحنا بناخد المقولات دي وبنحطها على دي كرات معرض الكتاب بحيث أن الناس تبقى ماشية وعيش جو الهوية المصرية وجو الروح المصرية القديمة هل ممكن نلاقي كتب مبسطة للأطفال يمكن لجذبهم أن هم يعرفوا أكتر عن تاريخهم القديم؟ دي حاجة مهمة جدا لأن إحنا لما نيجي نعلم الأثار المصرية أو تاريخ المصر القديم لازم نبتدي من جيله صغير هو ده الجيل اللي احنا نبتدي عنده دي البذرة اللي احنا بنحببهم فيها في تاريخهم وأثارهم وحضارتهم يمكن بره لأسف في أوروبا وأمريكا بيعلموا تاريخ مصر القديمة في المدارس من ربعة تدائية أو تلتة تدائية بقومة سنجايلين هنا زيارات عارفين تاريخ بلدنا أكتر مننا فمن هنا جاءت الفكرة أن إحنا لازم نعمل كتب الأصوار دي حاجة تفرحنا وتحزننا في نفس الوقت بالضبط يعني حزننا أكتر أن إحنا هنا لا عندناش الموضوع ده ولكن وزارة الترابية والتعليم ابتدت أنها تهتم بالموضوع ده ابتدت دور النشر يهتم بنشر كتب مبساطة عن الحضارة المصرية القديمة ابتدت أقلام شابة تكتب لشباب والأطفال بقى في مجموعة كبيرة من الأصدرات المخصصة للأطفال عشان تزرع جواهم الهوية المصرية القديمة وحب الحضارة المصرية والتاريخ المصر القديم بشكل مبسط طيب دكتور شريف أنتوا كأثريين كان لكم حظ كبير جدا في معرفة من هو سليم حسن وأنك تتعلموا منه حتى من الأجيال القديمة اللي عصرته والكتب اللي حضراتكم بتقروها دلوقتي اللي هو سبها وإسهماته في هذه المجالات المختلفة سواء الاكتشافات زي ما بنقول أو استعادة بعض من الأثار اللي كانت موجودة في الخارج لكن باقي الأجيال ممكن تستفيد إيه؟ أنا بتكلم طبعا دلوقتي عن زوار المعرض من باقي الفئات من السيدات من الشباب ممكن يستفيدوا إيه من شخصية العام السنة دي لمعرض الكتابة؟ شوف فكرة أن احنا نختار دكتور سليم حسن وبنصلط عليها الضوء بتخلي الناس تعرف مين هو دكتور سليم حسن تتدي تقرأ عنه تقرأ عن قصة حياته تقرأ عن إصراره أنه هو كان عنده شغف كبير أنه يدخل مجال الأثار والموضوع ما كانش سهل بالنسبة له هو اتحارب حرب كبيرة جدا اشتغل في منصب بسيطة جدا لحد ما وصل أنه هو يبقى وكيل مصلحة الأثار وده أول مصر يوصل للمنصب ده المؤلفات الضخمة تحارب من الأجانب طبعا من الأجانب بالضبط المؤلفات الضخمة اللي هو عملها ما كانتش بالأمر اليسير طبعا ما كانش فيه عدد المكتبات الضخمة والمصادر اللي هو يقدر يحصل عليها فبالتالي كونه أنه هو يعمل لنا المؤلفات دي ده عمر غير سهل ما فيش جوجل ما فيش عملية البعث اللي موجودة دلوقتي فكرة أن أنا أدوس على زرار أجيب مئة كتاب قدامي وبالتالي فكرة الكتب بتاعته دي احنا لازم نستثمرها لازم أن احنا نحصل عليها ونتعلم منها يعني عجبني أوي أنك اتكلمت ممكن عن التحديات اللي هو مر بيها وإحنا يعني حقق علينا أن احنا نعرف مسيرته كتعاملة ازاي يعني كلمنا عن يمكن أبرز التحديات اللي اتعرض لها البداية بتاعته فكرة أنه هو كان عايز يدخل في مجال الأثار ولكن طبعا احنا اتكلمنا عن هجوم الأجانب عليه وعن أستاذه أحمد كمال باشا في فترة سيطرة الأجانب على هيئة الأثار أو مصلحة الأثار على جمعة فؤاد الأول أو جمعة القاهرة وبالتالي حتى على المجال الأكاديمي أو المجال الطبيئي الموضوع ما كانش سهل فكرة أنه هو الأول اشتغل شغلانات بسيطة جوه مصلحة الأثار كان زي ما يقوله بالتطفيش كانوش عايزينه يكمل ولكن هو كان عنده إصرار أنه هو يكمل أحمد شافيق باشا وزير الأشغال أثار أنه هو يدخل المطحف المصري ويشتغل وياخد منصف فيه الموضوع ما كانش سهل أحمد كمال باشا توسط له عشان يطلع البعثات الأجنبية البعثات الأثارية والتعليمية اللي طلعها في فرنسا عشان يقدر أنه هو يتعلم هناك رجع وأصبح عضوهاي تدريس في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة ما اكتفاش أنه هو يكون مجرد عضوهاي تدريس أصر أنه هو يرجع النمسا وياخد دكتوراه من هناك وبالتالي أنه هو يصبح من أوائل الناس اللي ياخدوا دكتوراه في الأثار المصرية في النمسا رجع وما اكتفاش أنه هو بس يكون عضوهاي تدريس ويشتغل فيه مصلحة الأثار عمل حفاير وكان من أوائل الناس أو أول من يشترك فيه بعثة أثارية مصرية ويكون بمجموعة من الاكتشفات تنسب لعالم أثار مصري فكرة أنه هو أول من أول من أول من ده مكانش سهل صحيح ده كان عملية صدام كبير ده اللي عمل لنا احنا كمان جوجل لما ندخل على جوجل دلوقتي نقدر نوصل بقى للحاجات اللي هو وحطها دي ده الأساس بالضبط بالضبط أنه هو عمل مصادر كتب احنا بنعتبرها دي أمهات الكتب في الأثار المصرية والتاريخ المصر القديم دلوقتي طيب هل أنتو كأثرين هتكونوا مشاركين مثلا في ندوة من الندوات؟ أعتقد أن في وزارة السياح والأثار مشاركة بجناح في مجموعة من الكتاب الأثاريين في مجموعة كبيرة من الندوات ندوات التعريفية ندوات عن الأثار والتاريخ والسياحة لكن شخصية العام بيكون في ندوات بكل تأكيد أكيد طبعا وده كمان عشان نبسط للناس زوار المعرض عن الحضارة المصرية القديمة تاريخ مصر القديم بحيث الناس تعرف حضارتها وتعرف تاريخها بشكل مبسط بحيث الحضارة المصرية بالنسبة لهم مجرد تماثيل ومجرد حاجات مبهامة وصعبة نحن نحاول نحن نبسط على قد ما نقدر بيكون في أقبال من الشباب يا دكتور على الندوات اللي زي دي؟ أكيد سواء المعرض أو غير المعرض بشكل عام أكيد الجميل دلوقتي أن الجيل الجديد جيل الشباب من 18 إلى 25 بهم أكتر ناس بيجوا معرض الكتاب أكتر ناس بيهتموا أن يشتروا كتب أكتر ناس بيهتموا أن هما يحضروا الندوات ويحضروا الاحتفاليات عشان يعرفوا الجميل أن هما دول اللي بيدوروا ده الجيل اللي بيدخل على جوجل ويدور على المعلومة بيحاولوا أن هو يدور على الهوية بتاعتهم فدي الفرصة أن احنا نعرفهم إيه هويتهم وإيه هي مصر ومالشرطة كمان يا فندم يكونوا من الدارسين للأثار لا خالص خالص بل بالعكس ده في منهم بيبقوا ناس عاديين قراءة دين بيهتموا بالأثار ويجوا بعد كده يقول لك أنا عايز أبقى أعلم أثار عايز أدرس أثار مصرية هيا بشكرك دكتور شريف شعبان الباحث الأسري على وجودك معنا ويعني مستنيين بقى هذه الندوات إن شاء الله عشان إحنا كمان نحضر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا